عندك تصور أو تقدر تنطيني ليش الأمريكان تحديداً بالألفين وثلاثة قرروا ضرب صدام حسين بعد قضية باكستان التي تسمى أولى حروب القرن شوف سيد العزيز عملية تغيير النظام كانت نظرية مطروحة على الطاولة على طاولة أي رئيس أمريكي جاء بعد دخول صدام إلى الكويت هذا الملف كان موجود من بوش الأب ولغاية بوش الأب فالملف موجود المشكلة وين؟ أن أمريكا عادة أولويات فما كان أولوية في أن يتغير النظام وبنفس الوقت بعض الأنظمة العربية وخصوصاً الأنظمة القريبة من النظام في ذلك الوقت أنه توصل رسائل الأمريكان أنه على وعسى أنت فرصة أنه هذا النظام يتغير لأنه العراق ستراتيجياً صعب وخطر وأي تغيير دراماتيكي بالسلطة قد يفتح أبواب جهنم يعني حتى الملك عبد الله في مذكراته ذاكر أنه هو بلغ الأمريكان أنه تغيير صدام حسين سوف يفتح أبواب جهنم ويفتح أبواب الفوضى في الشرق الأوسط وهذا اللي صار فعلاً فتحت أبواب جهنم بعصقوا صدام طبعاً ليش؟ يعني شوين كان مركز تقل صدام بحيث انهارت المنطقة أو سقطت المنطقة وانفتحت أبواب جهنم وأنتم بالمعارضة كنتم تدركون إذا ما صار هذا ستفتح أبواب جهنم؟ تعرفون؟ لا نحن آن واحد منها ستتكلم عن نفسي كنا نتوقع راح تفتحها لنا أبواب الجنة يعني العراقية تحرار يعني كانت أحلام وردية يعني وقلت لك كنا نتوقع أنه أنه الناس اللي كانوا يقودون نعدهم خطة هي هذه المشكلة نحن اكتشفنا ترفعنا مو قيادات يعني ناس بسطاء يعني على قدنا فبالنتيجة نتوقع أنه هاي القيادات الأسماء اللامعة نتوقع أكو خطة يعني اليوم وياد علاوي نتكلم عن المرحوم الشلبي نتكلم عن السيد الجعفري نتكلم عن السيد محمد باقي الحكيم أسماء ضخمة يعني كانت موجودة في وقتها ما معقولة يعني اليوم يفكرون الدخول إلى العراق وتغيير هذا النظام كاكا جلال طلباني السيد مسعود أسماء كبيرة